نشأة مفصلة للأخبار والبداية مع العنوي التعجب أن دولة إسرائيل على ما نعرف عنها الشيء الكثير لم تمنع الحجاج المسلمين من قدوم إلى المملكة لأداء فارضهم وزير الأوقاف السعودي يصف إسرائيل بالدولة ويثني على موقفها بعدم منع المسلمين من أداء مناسك الحج حمل مندوب سعودي من محمد بن سلمان إلى جئيس الأسد عرضا واضحا النايب اللبناني نواف الموسوي يكشف للميادين عن رفض الرئيس الأسد عرضا سعوديا ببقائه في الحكم وأعمار سوريا مقابل قطع العلاقات بحزب الله وإيران دماشق تحذر من حملة غربية جديدة للتضليل وتؤكد أنها لم ولم تستخدم أسلحة كيميائية الأمم المتحدة تحذر من موجة ثالثة للكوليرا في اليمن نتيجة للقتال وتدمير محطات المياه النظيفة بوتين يؤكد أن العقوبات الأمريكية على بلاده لا معنى لها ويدعو إلى تعزيز البنية العسكرية ردا على تكثيف الناتو حشوده على الحدود الروسية أهلا بكم وصف وزير الأوقاف السعودي عبداللطيفة للشيخ إسرائيل بالدولة التي لم تمنع المسلمين من الحج بحسب تعبيره فيما بعض الدول منعت هذا الأمر عن مواطنيها في إشارة إلى دولة قطر ومن لم يأتي فالحمد لله رب العالمين هذا حج وركن من أركان الإسلام لا يستطيع أحدا أن يفرضه على أحد ولا يستطيع أحدا أن يمنعه من أحد ولكن ما يعني أثار يعني تعجب أن دولة إسرائيل على ما نعرف عنها بالشيء الكثير لم تمنع الحجاج المسلمين من قدوم إلى المملكة لآداء فرضهم أما إحدى الدول كما علمنا أو بلغنا بأنها منعت حجاج بيت الله وهذا يعتبر سقطة كبيرة جدا جدا لمن قام بهذا التصرف فلا يمنع أحد من الحج ولا يمنع أحد من عبادة الله سبحانه وتعالى ومن قام بهذا الفعل فإنه حريا بالعقوبة من الله آجل غير آجل بدوره دع أستاذ العلوم السياسية في جامعة الدوحة علي الهيل إلى إدارة إسلامية أو دولية للحج بمعزل عن الرياض وقال إن السعودية تستخدم الحج للربح التجاري وكوسيلة للضغط على الدول الأخرى السعودية الآن أصبحت دولة غريبة جدا وتصدر منها تصريحات لا علاقة لها بالدين بالمناسبة أنا أدعو أنا أدعو أنا أدعو إلى إدارة دولية أو إدارة إسلامية تقوم بالعناية بالحج والأماكن المقدسة وأن لا يكون الحج فريسة للحكومة السعودية الدكتاتورية الفاسدة الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام قال إن تصريحات وزير الأوقاف السعودي بوصف القيان الصهيوني بأنه دولة هي تصريحات غير بريئة على حد تعبيره وفي تغريدة على موقع تويتر أشار عبد السلام إلى أن التصريحات حول عدم منع الكيان الصهيوني للحجيج الفلسطينيين خطيرة وقد تؤسس لمعادلة الحج مقابل الاعتراف بإسرائيل وعلى المسلمين أن يتداركوا الأمر قبل فوات الأوان وأفقا لعبد السلام رئيس تجمع العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود رأى أن تصريحات وزير الأوقاف السعودي تعد خطوة من خطوات التطبيع مع إسرائيل يعني المقصود خطوة تطبيعة نعظم أنها لها علاقة فعلا بالحج أو بمنع الحج أو بتيسير الحج مقصود أن تذكر كما ذكرت يا حضرتك أن دولة إسرائيل هناك طبقة وشريحة واسعة من العالم الإسلامي والعربي أصبحت تعلم الدور السعودي ولا يخفى عليها ما تفعله في اليمن ومفاعلاته في السورية وما تفعله في المنطقة بشكل عام يعني هذه الفئة ستزداد قناعة بأن السعودية تخطو خطوات فعلية وجدية نحو التطبيع قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن نيابة العامة في السعودية طلبت الإعدام لخمسة ناشطين حقوقيين من المنطقة الشرقية منهم الناشطة إسراء الغمغام قالت المنظمة أن السعي إلى إعدام ناشطين مثل الغمغام وأشخاص غير متهمين حتى بأعمال عنف أمر فضيح عندما التقطت هذه الصورة لإسراء مطلع التسعينيات لم يكن لدى أهلها في منزلهم المتواضع اعتقاد بأنها ستواجه خطر الإعدام الإسم إسراء الغمغام من موليد عام 1990 أما التهم فهي قائمة طويلة تراوح بين السعي للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية وأحداث أعمال شغب كلمات كثيرة لاختصار واحد هو النشاط الحقوقي إسراء ليست وحيدة في هذه القضية إلى جوارها أربعة متهمين آخرين يواجهون خطر الإعدام هم زوجها موسى الهاشم وأحمد المطروض وعلي عواشر وخالد الغانم إضافة إلى مشتبى لمزين الذي يواجه حكم السجن المؤبد تهم الجميع تتمحور حول نشاطهم في الحراك المطلبي وتنظيمهم ومشاركتهم في التظاهرات وتواصلهم مع معارضين في الخارج وسفرهم إلى إيران وهي كلها أنشطة تندرج ضمن إطار حرية الرأي والحقوق السياسية وتكفلها القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وهذا ما دفع مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومارايتس ووتش للقول إن كل أعدام مروع لكن السعي إلى أعدام نشطاء غير متهمين حتى بأعمال عنف أمر فضيع تطالب النيابة العامة إذن بالأعدام لهؤلاء المتهمين صحيح أن الحكم لم يصدر بعد لكن وقائع الجلسة الأولى غير مطمئنة بحسب الناشطين الحقوقيين إذ عقدت الجلسة من دون حضور محامين أو وكلاء أو أسر المتهمين كما أن للسعودية صوابق مشابهة مقلقة إذ أعدمت من قبل النشطاء لدوافع سياسية ولا سيما في المنطقة الشرقية من البلاد والغمغام ليست النشطة الحقوقية الوحيدة المعتقلة في السجون السعودية فهناك قائمة تشمل أكثر من أحد عشر اسما منها نعيم المطروض ورقي المحارب وسمر بدوي والأسوأ من ذلك كله هناك قاصرون كالفة محمد علي النمر ابن أخي الشيخ نمر النمر الذي حكم بالإعدام بعد اعتقاله قبل أن يكمل الثمانية عشر عاما عضو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادلة سعيد أكد أن الإصلاحات التي أعلن عنها في السعودية شكلية وفي حديث إلى الميدين قال سعيد أن الأجهزة القضائية في السعودية تتعمد التعتيم الإعلامي على قضايا الناشطين طبعا هناك الزياس في حالة الاعتقالات وحالة الإعدام أيضا ولم يقتصر الموضوع الآن في هذه الفترة على المعارضين إلى الدولة أو الذين يمكن أن يكون نشاط معين وأنما أيضا نسحب على الموالين إلى النظام والذين معروفين بعلاقة طيبة وابسيدة بالنظام النظام حاليا والسياسيين الذين يديرون دفة الحكم في البلاد لا يقبلون أي انتقاد حتى وأن كان بسيطا وإلى مصرحتهم ولاحظنا انتقالات في شريحة رجال دين معروفين بعلاقتهم مع الدولة كتاب وغيرهم يعني حالة غريبة لا أحد يستطيع تفسيرها حتى هذه اللحظة كشف موقع والا الإسرائيلي عن لقاء جمع وزير الأمن أفكدور لبرمن مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في حزيران يونيو الماضي في قبرص اللقاء الذي وصف بسري جاء على خلفية جهود التهديئة مع قطاع غزة وسعي قطر للعب دور الوسيط فيها مصدر إسرائيلي كبير أكد لموقع والا أن لبرمن لم يلتقي في قبرص مع الموفد القطري إلى قطاع غزة محمد الأعمادي كما جاء في بعض وسائل الأعلام بل التقى شخصية قطرية رفيعة المستوى من دون أن يحددها رفضت الهند عرضا من الحكومة الإماراتية بتقديم 100 مليون دولار لمساعدة منكوبي الفيضانات في ولاية كرالا في جنوب البلاد وزارة الخارجية الهندية أعلنت أن الحكومة تلتزم تلبية احتياجات الإغاثة وإعادة التأهيل عبر الجهود المحلية ضيفة أن الأموال الخارجية يمكن أن يتبرع أو يتبرع بها حصرا عبر أفراد أو مؤسسات من الهند كشف نائب من كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني نواف الموسوي للميادين عن رفض الرئيس السوري عرضا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقوم على مقايضة بقائه في السلطة مدى الحياة وتمويل السعودية إعادة إعمار سوريا مقابل قطع العلاقات بحزب الله وإيران حمل مندوب سعودي من محمد بن سلمان إلى رئيس الأسد عرضا واضحا أنت رئيس مدى الحياة لا نريد إصلاحات لا الآن أتحدث عن أقل من ثلاثة أشهر لك أن تبقى إلى ما تتشاء في الحكم لا إصلاحات سياسية ولا دستورية ولا إلى آخره سنعيد إعمار سوريا أفضل مما كانت عليه دون أن تدفع قرشا دون أحد قرشا لكن المطلوب قطع العلاقة مع حزب الله جواب رئيس الأسد كان واضح حيال هذا الموضوع حزب الله وإيران طبعا حزب الله وإيران وأنهى هذا الموضوع رئيس الأسد الموسوي أكد للميديين ثقته بأن المقاومة ستبقى بوصلة سوريا وفلسطين على المدى الاستراتيجي وليس فقط في السنوات المقبلة بتقلي المقاومة الرئيس الأسد هو مقاوم هو مقاوم ولذلك المرة الماضية أنا مقبلت كلمة الممانع لأنه في موقع المقاوم وليس في موقع الممانع أنا على ثقة وأؤكد وهذه الوقائع بيناتنا مش لا ثلاثين سنة الله يطول بعمره لميت سنة لميت سنة ستبقى المقاومة هي بوصلة سوريا وفلسطين تزامن توقيت العرض السعودي للرئيس الأسد مع أحداث محورية في المنطقة ماذا في دلالات ذلك هبط الله فيطار في تفاصيل ما كشفه النائب في كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني نواف الموسوي جوانبه لا بد من تصليط الضوء عليها لفهم جدية العرض السعودي وأهميته البداية مع من أرسل العرض هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أي صاحب القرار الفعلي في أكبر بلد خليجي وأكثر البلدان العربية تأثيرا في المنطقة والأقرب إلى الولايات المتحدة قد يجوز القول إنه من المستحيل لابن سلمان أي يقدم عرضا ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد مدى الحياة على رأس السلطة وإنهاء الحرب وإعادة إعمار سوريا من دون ضوء أخضر أمريكي بل ربما جاء العرض بطلب أمريكي من بن سلمان في توقيت العرض دلالات كثيرة أيضا بحسب الموسوي جرى ذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر أي في شهر أيار مايو تقريبا ما يعني أنه تزامن أو تلا الانتخابات اللبنانية والعراقية التي حقق فيها حزب الله وحلفائه فوزا واضحا وفي العراق حققت القوى المحسوبة على محور المقاومة نتائج جيدة وغير متوقعة على الرغم من كل الأموال التي أنفقت والتحريض الإعلامي لإلحاق الهزيمة بقوى المقاومة والمناصرة لها في البلدين إقليميا تزامن العرض أيضا مع القرار السعودي الإماراتي بالهجوم على الحديدة وإسقاطها ومن ثم فرض حصار على صنعاء تمهيدا لإسقاطها أما في داخل سوريا فالعرض استبقى ملف الجنوب حيث تصر إسرائيل على خروج إيران وحزب الله من سوريا أو على الأقل إبعادهما عن أي نقطة تماثم مع فلسطين المحتلة في تلك الفترة تحدثت موسكو عن ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا قبل التوضيح أنها لم تعني حزب الله والمستشارين الإيرانيين لأنهم موجودون بطلب من دمشق ربما فهمت السعودية أنها بعرضها تقوي موقف الأسد للطلب من إيران وحزب الله الانسحاب لكن رفض الرئيس السوري جاء علنيا وواضحا وصريحا لا يمكن تحليل العرض السعودي من دون ربط توقيته بتوقيت صفقة القرن التي كان يفترض إعلانها في أيار مايو الماضي المشروع الذي فشل بفضل مسيرات العودة الكبرى في غزة وبفضل الرفض الفلسطيني الرسمي والحراك الشعبي في القدس وحيفا معرضته الرياض للرئيس الأسد لا يعني سوريا فقط بل هو جزء من خطة أمريكية إسرائيلية تدرك الأخيرتان أنهما لم تربح الحرب في سوريا بل خسرتها وهما تدركان أيضا أن انتهاء هذه المرحلة من دون خروج القوى العضوية في محور المقاومة من سوريا سيشكل خطرا استراتيجيا عليهم وقلقا مستمرا لا يتوقف في وقت يعجز فيه الحلف السعودي الأمريكي الإسرائيلي عن تحقيق أي نصر لا سياسي ولا ميداني إن كان في سوريا أو لبنان أو فلسطين أو العراق أو حتى في اليمن رفض الرئيس السوري للعرض السعودي الأخير يكتسب أهميته لكونه يثبت الكثير من نتائج الحرب وهي نتائج لا تبدأ عند تمتين العلاقات بين قوى محور المقاومة ولا تنتهي عند تخلي عواصم عديدة عن جماعات مسلحة دعمتها وسلحتها بعد انكسار شوكة الحرب على سوريا محمد محسن كأن التاريخ يعيد نفسه عرض تتلقاه سوريا لتغيير الثوابت في سياستها الإقليمية هنا كان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول يقدم عرض الترهيب بعد احتلال العراق عام 2003 واليوم ينكشف عرض جديد بظروف مختلفة مفد سعودي من ولي العهد محمد بن سلمان يقدم للرئيس السوري بشار الأسد عرض الترغيب والمقايضة الثمن كان واحدا في العرضين قطع العلاقات مع المقاومة دولا وقوان وفي وجه العرضين أيضا كان الرفض السوري جليا في نهاية أذار مارس من العام الجاري قال ولي العهد السعودي علنا لمجلة تايم الأمريكية إنه يستبعد رحيل الرئيس السوري وصلت الرسالة السعودية حينها وواقع السياسة الإقليمية اليوم يقول إن أي رسالة سعودية لسوريا هي وجه ظاهر لرسالة أمريكية وإن أي رسالة أمريكية لسوريا منذ سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم هي وجه منمق لرسالة إسرائيلية ابقى في السلطة مدى الحياة ونعيد أمار سوريا على نفقتنا ونسكت عن المطالبة برحيلك في مقابل إنهاء العلاقات مع حزب الله وإيران قالوا للأسد لكنه رفض هو عرض يفرض على سوريا التخلي عن حلفاء راكمة القوة والحضور الإقليميين معهم منذ ثمانينيات القرن الماضي الرفض السوري لا يثبت صلابة التحالف بين قوى محول المقاومة فقط بل يقدم مؤشرات واضحة عن تخلي دول كسعودية وأمريكا وغيرهما عن جماعات مسلحة أغضقت عليها الأسلحة والغطاءات السياسية في محاولة لقلب المعادلة بتحويل سوريا إلى دولة تحت جناح الحلف الأمريكي في المنطقة لكنها فشلت في ذلك كأنه تكرار للمشهد الأفغاني بعد ثمانينيات القرن الماضي وهو تكرار لم تلتقط عبرته قوى إسلامية وتكفيرية مخضرمة وأخرى ناشئة عن سهولة بيعها في بازارات التسويات بين الدول مستندا إلى معطيات ميدانية صلبة يبدو القرار السوري حاسما تجاه موقع سوريا كركن أساسي في محور المقاومة يحصل ذلك على وقع تحولات إقليمية ودولية كانت الحرب السورية سببا أساسيا فيها سوريا إذن ليست في الهامش وعادة من يكون في قلب التحولات يتعامل بلغة الثوابت والمصالح الطبيعية والسيادية لا بلغة العروض التجارية دعا زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغداد أن صاره إلى الثبات قائلا إن الحرب في سوريا والعراق لم تنتهي بعد وفي أول خطاب منسوب له منذ عام قال البغداد إن ميزان النصري أو الهزيمة ليس مرهونا بمدينة سلبت وفق تعبيره وأشار البغداد في التسجيل الصوتي المنسوب إليه إلا أن الولايات المتحدة تعيش أسوأ مراحلها في تاريخها المعاصر أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية في اجتماع مقر تنصيق عودة اللاجئين السوريين نيكولاي بورتسيف أن إدارة الأمن العام اللبناني تستعد لمرحلة جديدة من إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم الدبلوماسي الروسي قال إن من المتوقع أن يزور المفاوض السامي لشؤون اللاجئين في ليبو جراندي بيروت في الثالثين من آب أغسطس الحالي وخلال اللقاء سيقدم الجانب اللبناني مقترحاته حول تنشيط دور ممثلية مفاوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم قتل خمسة مسلحين من هيئة تحرير الشام بإطلاق النار قرب قرية الشيخ يوسف في منطقة سهل الروج غرب إدلب في سياق متصل النجا الشرعي في جبهة النصرى أبو يقضان المصري من محاولة اغتيال تعرض لها على مدخل قرية برنا في ريف حلب الجنوبي فيما لم يعرف بعد مصير قيادي النصرى الذين كانوا برفقة المصري وتعرضوا لإطلاق النار تتزايد سرعة الإعداد لمعركة إدلب المرتقبة في وقت أدركت فيه جبهة النصرى أن خيار المواجهة بات أمرا محصوما ولا بديل منه رضا الباشا عال هو صوت قرع طبول الحرب في إدلب جبهة منطقة مساحتها أحد عشر ألف كيلومتر مربع بدأ العد العكسي لمعركتها أيقنت هيئة تحرير الشام أنها الهدف الأول للمعركة فشل رهان الهيئة على نقاط المراقبة التركية في حمايتها فالدولة السورية ماضية في تحرير كامل جغرافيا البلاد والأولوية للجبهات مع الفصائل المسلحة المصنفة إرهابيا أمام هذا الواقع تحولت جبهة النصر من داعم لنقاط المراقبة التركية إلى منتقد لها وعلى أهلنا أن يدركوا أن نقاط المراقبة التركية في الشمال لا يمكن الاعتماد عليها في مواجهة العدو ولا يغرنكم معود هنا أو تصريحات إعلامية هناك فالمواقف السياسية قد تتغير بين التو واللحظة كلام الجولاني حسم الأمر معركة أدلب قاب قوسين والخيار واحد المواجهة جولات ميدانية لقادة هيئة تحرير الشام على خطوط التماس تحصين الجبهات في محاولة لإعاقة الجيش السوري إذا ما أعلن بداية المعركة خطوات تزامنت مع الدفع بعشرات المقاتلين إلى الجبهات استعدادا للمواجهة استعدادات تتزامن مع هاجس لدى النصرة من المصالحات مع الدولة السورية خطر يدق أبواب الجولاني أعلن الرجل عن حملة أمنية وصفها بالحملة ضد دفاضع المصالحات على حد تعبيره وقد حاول النظام وحلفاه أن يتبعوا نفس أسلوب ما يسمى بالمصالحات الذي أسقط به مناطق الجنوب إلا أن إخوانكم في الشمال من كافة الفصائل المجاهدة كانوا مدركين لمخططات العدو فقمنا بمواجهتها واعتقلنا رؤوسهم وأفشلنا خطة النظام في الشمال المحرر أكثر من 500 شخص اعتقلوا في الحملة التي أطلقتها النصرة قبل أقل من شهر وطالت كل من يفكر في التواصل مع الدولة السورية من أهل إدلب هاجس تزامن مع منع كل شاب تجاوز الخامسة عشر من مغادرة إدلب قبضة أمنية انعكست موجة اغتيالات جديدة استهدفت قادة النصرة وكان آخرها محاولة اغتيال الشرعي أبو يقضان المصري وعدد من قادة النصرة أثناء تفقدهم جبهة ريف حلب الجنوبي قرب قرية برنا نقلت وكالة سبوتنك عن مصادر محلية في محافظة إدلب السورية عن أن عناصر من جماعة الخواذ البيضاء نقلوا شحنة من ثمانية برميل من معمل متخصص في إعادة تصنيع مادة الكلور في منطقة أطمى عند الحدود التركية ووصلوا بالشحنة إلى منطقة جسر الشغور الواقعة تحت سيطرة جبهة النصرة وكالة سبوتنك أشارت إلى أن نقل شحنة الكلور تزامن مع إعلان النفير ضمن جماعة الخواذ البيضاء واستدعاء عناصر الاحتياط من عدة مناطق في إدلب أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن حملة التهديدات والتضليل ضد سوريا من قبل واشنطن ولندن وباريس تأتي في إطار استمرار دعمها المعلن للمجموعات الإرهابية المصدر أكد أن تهديد الدول الثلاث في بيانها بالرد على أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل دمشق يأتي إفرى هزيمة حلفائها الإرهابيين في مواجهة الجيش وحلفائه وأضاف أن سوريا أكدت مرارا أنها لا تمتلك أي أسلحة كيميائية وتدين استخدامها دعا وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف القوات الأجنبية الموجودة في سوريا من دون موافقة الحكومة السورية إلى الخروج منها موقف لافروف يأتي عقب تصريحا لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قال فيه أن بلاده ستنتظر في إشكال أو ستنظر في إشكال تعاون محتملة مع الدول الأخرى في سوريا شرط انسحاب إيران منها لنكن واضحين أن السياسة الأمريكية لا تقضي بتغيير النظام في إيران لكن ما نريده هو تغيير كبير في سلوك النظام نعتقد أن عواقب تخفيض الموارد المتاحة للنظام تتجلب الفعل إلى حد ما في القيود على قوة القدس في سوريا والعراق وربما أيضا في مساعدة الحوثيين في اليمن وهذا مهم جدا سنقوم بأشياء أخرى للضغط على إيران إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الحرس الثوري الإيراني أعلن استمراره في زيادة القدرات الدفاعية لإيران وأنه ليستسلم للضغوط على برنامجه الصاروخي وفي بيان نشرته وكالة تسنيم الإيرانية أكد الحرس أن البرنامج الصاروخي أصبح التحدي الرئيس لأعداء إيران ولثيما أمريكا وإسرائيل وحكام السعودية مضيفا أن زيادة القدرات الدفاعية ستبقى الاستراتيجية الرئيسية للقوات المسلحة الإيرانية فاصل قصير ونعود أهلا بكم جديد استشهد ثلاثة مدنيين يمنيين وجرح آخرون جراء غارات للتحالف السعودي على منزل في عبس بحج غرب اليمن في الأثناء أكد مصدر عسكري يمني أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على سوق الجبلية بالكامل في التحيط بالسحل الغربي وفي جبهة جزان السعودية قتل جندي سعودي أو سوداني وآخر سعودي وعدد من قوات الرئيس هادي في مواقع عسكرية بمواجهة مع الجيش واللجان حذرت الأمم المتحدة من موجة ثالثة للكوليرا في اليمن نتيجة لتردي الخدمات جراء القتال الدائر وتدمير محطات المياه النظيفة والبنى الأساسية في اليمن الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستفاندو جاريك دع الأطراف المتحاربين إلى احترام القوانين الدولية ذات الصلة مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة يؤكد ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا ما يزيد القلق من احتمال نشوء موجة ثالثة من الوباء موظف الإغاثة يعملون مع شركاء آخرين على تطعيم 385 ألف نسمة في محافظتي الحديدة وإب والمكتب منزعج من الضرر الذي لحق بمرافق المياه والخدمات الصحية ووسائل النظافة نتيجة النزاع فبلغ هذه الخدمات حاسم من أجل منع تفشي الكوليرا لذا يتعين على كل الأطراف احترام واجباتهم تحت القانون الإنساني الدولي من أجل حماية المدنيين وبناهم التحتية معاناة الأسر اليمنية النازحة جراء حرب التحالف السعودي مستمرة وتظهر بوضوح مع حلول عيد الأطحى المباركة حيث تختفي مظاهر العيد وفرحته أحمد زبيبة لسان حال الأطفال النازحين هنا في هذا المخيم بصنعاء يقول ليت العيد يؤجل إلى أن نعود إلى منازلنا التي هجرنا منها التحالف فالفرحة غائبة عنهم هكذا يقول الطفل جهاد النازح من الحديدة مع عائلته لو كان هذا العدوان ما جيش علينا كنا الآن نمشى في الحدائق ونزور أقاربنا ونروح كل مكان لنشتيه ونلبس أحسن الملابس ونشتري أحسن الحلويات لكن هنا ما بيكون العيد حالي لا مظاهر واضحة لبهجة العيد لدى النازحين اليمنيين ففي هذا المخيم بصنعاء يوجد أكثر من ثلاثمائة طفل عجزت عائلاتهم عن توفير ملابس العيد لهم لشدة الفقر وبسبب التشرد نتيجة حرب التحالف عيد في مدرسة أشوفها صعبة مثل ما كنا في الحلدة مرتاحة وبنخرج نعيد وبنرجع بيكون في المدرسة محبوسين صحنا نخرج ونرجع بس صراحة أحسن ما هو شعيد هذا العيد ما هو شعيد بنحاول أن نشعرهم بالفرحة أو بالبهجة بس مهما كان ستكون ناقصة وبتكون ناقصة وهذا ما بيكلمون ناشهم بالسنتهم أيضا عيونهم الذي بتتكلف هذا الشيء معاناتهم النفسية جدا صعبة النازحون من مناطق الحرب والذين تزيد أعدادهم عن ثلاثة ملايين لم يعد همهم العيد واستقباله فالهم اليوم مرتبط بتوفير المأكل والمشرب للبقاء على قيد الحياة استمرار التحالف السعودي في حربه بحق اليمنيين يترك أثره على وجه الخصوص على نازحي الحرب نازحون وأطفالهم لم يسلبهم التحالف فرحة العيد فقط بل سلبهم كل مظاهر حياتهم وعيشهم الكريم أحمد محمد زبيبة صنع الميادين استشهد خمسة عناصر من الحشد الشعبي العراقي وجرح آخرون في هجوم انتحاري شمال مدينة تكريت في الشرقات آمر لواء واحد وخمسين في الحشد عشم الجبوري أوضح أن انتحاريا فجرى نفسه قرب مقر سرية تابعة للواء في قرية أزدير الصغرى وقد تمكن الانتحاري من التسلل عبر جبال مكحول دعا رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم إلى الإسراع في تشكيل الحكومة بعقد الجلسة الأولى للبرلمان الحكيم خلال خطبة صلاة عيد الأطحى في بغداد رأى أن إعادة الاستفاف المذهبي والقومي سيعيد العراق إلى المربع الأول داعيا إلى ترك الشخصنا وإبعادها عن أجواء تشكيل الحكومة كما طالب قادة الأحزاب والتيارات بوضع مصلحة العراق وأمن شعبه فوق كل اعتبار يعيش العراقيون أجواء العيد بعيدا عن الظروف التي يمرون بها فعلى الرغم من تراكم أمنياتهم التي لم تتحقق إلا أنهم يعيشون لحظات هذه المناسبة بعيدا عن كل المشاكل التي تحيط بهم محمد الفهد ما أن ارتفع التكبيرات العيد في العاصمة بغداد حتى خرج العراقيون بمختلف شرائحهم إلى الأسواق والأماكن العامة ابتهاجا بهذه المناسبة الحياة وكما تبدو لا شيء يعكر صفها فالجميع هنا بات التبضع وتبادل التهنئة وتقديم الهدايا إلى الأطفال شغله الشاغل فالعراقيون وكعادتهم لا يفوتون فرصة للابتهاج حتى في أصعب الظروف التي تحيط بهم ففي الأعياد والمناسبات لا مجال للانشغال بقضايا السياسة والأمن والاقتصاد فالعيد فسحة للهروب من الواقع العراقيين رغم الصعوبات رغم دخول داعش رغم المآسي اللي مر بها الشعب العراقي يحبون الحياة أهلي وناسي وأطفالي نطلع أروح زيارات نروح أن ننسهم بملاعي الاحتفال بالعيد اختلف من شخص إلى آخر أصحاب المحال التجارية والبسطات هم الأكثر نشاطا في هذه الأيام والأقل استمتاعا بعطلة العيد صانع الحلوى مراد واحد من عشرات الشبان الذين يقضون كل أيام العيد خلف بسطاتهم سعيا إلى كسب رزقهم فظروف العيش المتفاوتة في بلاد الرافدين تفاوتت معها نسب التمتع بالمناسبات والأعياد حتى أن الكثيرين قد لا يتذوقون طعما للراحة أخلصها بشغل وأكسب زبان زباني أكثر شيء هما بالعيد يطلعون بفترة العيد فأكسب زباني أنه بالشغل أكثر من غير أوقات أكون نوعي النوع الثاني يقول لك أنا أطلع أتونس أطلع هذا وأكون النوع الثاني لا يقول لك أشتغل أجواء هذا العيد تبدو مختلفة نوعا ما لكونها أتت بعد استقرار أمني ملحوظ فرضه الانتصار على داعش وبعد مرحلة سياسية يتطلع من خلالها العراقيون إلى غد أفضل يتغير معه واقعهم المتقلب طيلة عقد ونصف من الزمن تعددت أمنيات العراقيين في العيد واختلفت معها طرق احتفالهم بأيامه لكن قاسمهم المشترك الانسحاب خارج دائرة تأثيرات الأوضاع السياسية والمشاكل الحياتية الأخرى في هذه الأيام على الأقل كونها فرصة لصنع لحظات مختلفة لحياتهم محمد فهد بغداد الميادين وصف أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صاب عراقات التصريحات الأخيرة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بالهراء عراقات شدد على أنه لا يمكن الحديث عن السلام من دون أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 على حد تعبيره بدوره استنكر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري تصريحات بولتون عن إزاحة القدس من المفاوضات ووصفها بالواقحات والخطيرة وفي تغريدة على موقع تويتر أكد أبو زهري أن الرد على هذه التصريحات يجب أن يكون بسحب السلطة اعترافها بالاحتلال وبالغاء شراكة الأمنية معه وقطع العلاقات والاتصالات الأمنية مع الإدارة الأمريكية حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية روزماري ديكارلو من خطر اندلاع حرب واسعة في قطاع غزة بسبب التوتر مع إسرائيل وخلال جلسة للإحاطة الشهرية بالوضع في غزة طلبت ديكارلو من مجلس الأمن السعية إلى دفع عملية التسوية على مدى عدة أسابيع بذل المنسق الخاص ملادينوف جهودا لا مثيلة سابقة لها مع الحكومة المصرية والعديد من الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الحقول دون اندلاع مواجهة مدمرة أخرى ولتلبية احتياجات الفلسطينيين الإنسانية ولدعم المصالحة الفلسطينية أما العنف المتكرر الذي نشهده فيبرز أهمية هذه المبادرة ديكارلو وصفت اعتماد قرارات لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية بغير الشرعي وبأنه يعطل الحلول في مطلع هذا الشهر قررت الإدارة المدنية الإسرائيلية توسيع الحدود البلدية لمستوطنة أميتشاي لكي تضم المستوطنة العشوائية أدي عاد وإذا نفذ هذا الأمر فإنه سيعد بمثابة شرعنة للمستوطنة العشوائية تحت القانون الإسرائيلي الصادر عام 2014 وهنا أشدد على الموقف الأممي الثابت بأن جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي المحتلة غير شرعية تحت القانون الدولي وتعد عقبة في وجه السلام مشاريع نسائية صغيرة تدعم المرأة والأسرة المقدسيتين ولها طابع مميز ولا سيما في البلدة القديمة وتحديدا في الأعياد المباركة هنا أم حميد تشتهر القدس بكعكها المغمور بالسمسم ودائما ما تفوح روائح معجناتها الخاصة من مخابزها القديمة التي يعمل فيها ويديرها الرجال في العادة أما هنا في أحد الأحياء العريقة فقد وجدنا مطبخا صغيرا ذا طابع خاص تمكن هذه المشاريع المرأة المقدسية اقتصاديا لا سيما في ظل نسب الفقر المرتفعة وتزيد من تأثيرها الإيجابي في النسيج المجتمعي فقدرتها على العطاء والإنتاج خارج المنزل متشعبة ومتعددة الأوجه هلأ أكثر إشي من عمل نشغل على الكعكل معمول أكثر إشي بالعيد بالأيام العادية على المعجنات أكثر إشي والطبايخ زي ورق دوالي كسة مقلوبة إدهار يعني هو طبق الرئيسي بيكون بكل الأعياد اللي هو بيكون الكعكو المعمول في البيت الفلسطينية كلية يعد كعك العيد من السميد أو الطحين وحشوته تكون إما من العجوة كما يفضلها معظم الفلسطينيين أو من الجوز والفستق الحلبي وهو ينقش بالملقة اليدوي أو بقوالب خاصة قبل مرحلة الخبز ليصير أشهى ما يميز هذه المشاريع الصغيرة فضلا عن كونها تشكل سندا للأسرة المقدسية أنها تواجه آلة الطمس الإسرائيلية من خلال محافظتها على التراث والمطبخ الفلسطيني بنكهته الأصيلة هنا محميد القدس المحتلة الميادين وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات الأمريكية ضد بلاده بأنها ذاته نتائج عقسية ولا معنى لها لافتا إلى أن القمة الأخيرة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب كانت مفيدة وعقب لقائه نظيره الفنلندي في سوتشي اعتبر بوتين أن حلف شمال الأطلسي يقرب حشوده العسكرية من الحدود الروسية مضيفا أن على روسيا أن تعزز بنيتها التحتية العسكرية ردا على ذلك وشدد على أن الحلف يرفض مناقشة القواعد التي تحكم الطلعات الجوية معلنا تأييده مقترحة فنلندا حول تعزيز أمن طلعات الطائرات فوق البلطيق العقوبات والإجراءات الأمريكية ضد روسيا ذات نتائج عكسية وعديمة المعنى أمل أن يدرك الزملاء الأمريكيون أن هذه السياسة لا مستقبل لها وأن نبدأ التعاون بشكل طبيعي الحلف الأطلسي رد على الرئيس الروسي قائلا أن الحلفة نشر أربعة ألاف جندي في شرق أوروبا لردع أي عدوان محتمل المتحدثة باسم الحلف أوانا لونجيسكو قالت أن هؤلاء الجنود لا يمكن مقارنتهم بالفرق التي نشرتها روسيا في أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا أعلنت حركة طالبان موافقتها على المشاركة في محادثات السلام الأفغانية المقرر انعقادها في موسكو في الرابع من أيلول سبتمبر المقبل كانت الحكومة الأفغانية قد أعلنت رفضها حضور هذا الاجتماع وأعلنت أن المحادثات يجب أن تقودها الدولة الأفغانية جانبها رفضت الولايات المتحدة المشاركة في المؤتمر بعد تلاقيها دعوة من موسكو في هذا الشأن وتشارك في المؤتمر دول بارزة في المنطقة كباكستان وإيران والهند والصين ودول من آسيا الأسطى نشر تنظيم داعش مقطع فيديو يظهر أربعة فتية قال تنظيم أنهم منفذوا هجمات على أهداف للشرطة في جمهورية الشيشان الروسية وظهر في مقطع الفيديو ثلاثة من الفتية يحملون سكاكين كبيرة بينما حمل أصغرهم هاتفاً ظهر على شاشته شعار داعش وهم يبيعون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي باللغة الروسية أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس قلقاً من احتمال طوريته من قبل محاميه السابق مايكل كوهن بعد أن تعاون الأخير مع التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر ساندرز قالت أن ترامب يعلم أنه لم يرتكب أي خطأ وأنه ليس هناك تواطئ مشيرة إلى أن إدارة ترامب ستواصل التركيز على الأمور التي تهم الأمريكيين والتي يمكنها إحداث تأثير فيها كشفت أربعة مصادر كبيرة لوكالة رويترز أن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لشركة النفط الوطنية أرامبكو الذي كان سيعد الأضخم من نوعه في التاريخ اثنان من المصادر قالا أنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على حصة استراتيجية في الشركات السعودية للصناعات الأساسية سابق فيما أشار مصدر سعودي إلى أن قرار إلغاء الطرح تخذ منذ فترة لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك لذا تمضي التصريحات تدريجيا في ذلك لاتجاه أولا التأجيل ومن ثم الإلغاء وفي ثالث أيام عيد الأطحى المبارك يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج واليوم هو ثاني أيام التشريق الثلاثة حيث يتوجه الحجاج من مزدلفة إلى منا لرمي الجمرات بداية من الجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة الكبرى وقد بلغ عدد الحجاج هذا العام أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف هذه منا وهؤلاء هم حجاج بيت الله الحرام يتجهون لمواصلة اليوم الثاني من رمي جمرات العقبة الصغرى والوسطى والكبرى وكل واحدة بسبع حصوات خلال أيام التشريق الثلاثة قبل التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة هنا خالف نبي الله إبراهيم الشيطان ووسوسه لصده عن المضي في ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام هنا تواصل أمة من بعده إهانة الشيطان وإذلاله وإظهار مخالفته أتمنى أن يحظى كل مسلم بنداء الحج أنا متحمس لهذا إنها المرة الأولى التي أحج فيها وأنا سعيد جدا بهذا من كل حب وصوب ومن كل الأعمار إلى الحج الأكبر هبوا وقد شارفت مناسكهم على الانتهاء لم يبقى الكثير أمام الحجيج إتمام اليوم الثالث من أيام التشريق برمي الجمرات وبعدها التوجه إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع حققت الطالبة دلال عزة نجاحا دراسيا باهرا في امتحان الثانوية العامة على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون سوريون في مخيم الزعتري بالأردن ظل الاعتقاد طيلة سنوات اللجوء السوري إلى الأردن وغيره أن مخيم الزعتري لا يوفر سوى شضف العيش ومن يعيشون تحت سرابيل الخيام هناك لا ينالون من الحياة إلا قليل ضرورياتها إن توفر الأمر كذلك فعلا لكن قد يخرج من بين كل تلك الظروف إنجاز عظيم دلال اللاجئة السورية عشت تحت ظل هذه الظروف منتزعة من بين ثنيها نجاحا باهرا بلغ نحو 97% من مجموعة علامات امتحان الثانوية العامة ذلك الركن الصغير الذي تغرقه مياه الأمطار شتاءا ويحرقه لهيب الحر صيفا لم يضق بحلم دلال الكبير أهم شيء بوقتنا الحالي هو الدراسة يعني ما في أي شيء ثاني يتعادل بالدراسة لا زواج ولا أي شيء ثاني فأني هيك ركزت على هدفي والحمد لله أنه تغيرت تفكيري أنه لازم أدرس ولازم أتفوق لكي أكمل جامعة وكي أبني مستقبل وإن قيدها بعض الالتزامات أو اعترضتها العقبات فإنها ستنهي بناءه لا محالة الصعوبات النفسية أنه مثل ما قلت أنه كنت خايفة كان الطلاب كله يقولوا عنه صعب الرفقاتي كلهم كان متوترات فوترتني كمان معهم فيه كمان صعوبات بالشتاء كانت الدنيا بسرطين فكان صعب أن نوصل نحن للمدرسة بالصيف برمضان أكثر إشي وهي فترة رمضان أنه ما قدرنا نستفيد أغلبية رفقاتي لا من النهار ولا من الليل ورأى هذه الطامحة تضحية خفية لأم ترى فلاحها في نجاح أبنائها جاءني فرصة تعليم بس أنا ما حبيت لأني ضحيت بنفسي عشان بناتي من شان أني ما أضيع عنها أنا يقوم من يجلن يقوم من غسلن يشطفن وهذا وأنا رح أتعلم مضيع حبيت أن أعلمهم وأنا ليالا ما ينساني ولهم جميعا رب يتولاهم للخروج من ضيق اللجوء إلى ساعة الأرض ومن غربة الجهل إلى وطن المعرفة انتشرت منذ أعدة سنوات موسيقى الشوارع في العاصمة الإيرانية حيث يقوم هوات بالتطوع للعزف في الشوارع والأماكن العامة ولا سيما في الحضاق المنتشرة في طهران من الحمرية هكذا يتحدى صوت السلام صوت الحرب ويعلو صوت الإنسانية على العقوبات ولو كانت الأشد في التاريخ لا شيء تغير في هذه الأنغام فما قبل العقوبات الأمريكية وما بعدها هي الألحان نفسها عن الحب والأمل اعتادت أن تعزفها هذه الفرقة الصغيرة في إحدى الحدائق العامة في طهران نعزف لأن الموسيقى غذاء الروح ومن دونها لن نستطيع العيش ونأتي إلى هنا حتى يفرح الناس معنا ويستمتعوا بالموسيقى هنا تجد الألحان كلها حتى الشعبية منها تحكي التنوع والتعايش القومية في إيران هذا الناي أنبون سافر على امتداد جغرافيا إيران ليصدح بأنغامه التي طالما أطربت سكان الجنوب وكما تحمل الموسيقى رسالة السلام هي تبعث برسائل أخرى يجتمع فيها التوجيه والإبداع فتعزف المكنسة أحلى الألحان هذا العمل هو الأول من نوعه في العالم دعما لعمال النظافة وحفاظا على البيئة لقد حولت المكنسة التي تنظف الأوساخ إلى آلة موسيقية من أجل هذا الهدف الموسيقى المتنوعة التي نسمعها رائعة وتريحنا كثيرا وتنسينا الكثير من الضغوط النفسية والمعيشية ولو لفترات قصيرة تزداد الموسيقى شبابا مع تقدم العمر كما قال لنا هذا العازف الذي يتردد إلى هنا منذ ثلاث سنوات مع بداية رواج ظاهرة موسيقى الشوارع في طهران التي باتت تشكل جزءا مهما من ثقافة العاصمة المكتظة بالسكان علها تخرق بين الحين والآخر ضجيج المدينة وسخبه ما شاهدناه وسمعناه ليس كل الحكاية فما خلف هذه الصورة وهذه الأنغام شعب عرف الموسيقى منذ القدم فأطقن أنغامها في الحرب والسلم في كل المقامات وإن حكت هذه الأنغام لن ترويه إلا إرادة الحياة في زمن العقوبات من حمرية طهران الميدي والآن إلى العنو التعجب أن دولة إسرائيل على ما نعرف عنها بالشيء الكثير لم تمنع الحجاج المسلمين من قدوم إلى المملكة لأداء فارضهم وزير الأقاف السعودي يصف إسرائيل بالدولة ويثني على موقفها بعدم منع المسلمين من أداء مناسك الحج حمل مندوب سعودي من محمد بن سلمان إلى جئيس الأسد عرضا واضحا الناب اللبناني نواف الموسوي يكشف للميادين عن رفض الرئيس الأسد عرضا سعوديا ببقاء في الحكم وأعمار سوريا مقابل قطع العلاقات بحزب الله وإيران دمشق تحذر من حملة غربية جديدة للتضليل وتؤكد أنها لم ولن تستخدم أسلحة كيميائية الأمم المتحدة تحذر من موجة ثالثة للكوليرا في اليمن نتيجة للقتال وتدمير محطات المياه النظيفة موتين يؤكد أن العقوبات الأمريكية على بلاده لا معنى لها ويدعو إلى تعزيز البنية العسكرية ردا على تكثيف الناتو حشوده على الحدود الروسية المزيد من الأخبار على صفحة الميدين على الانترنت الميدين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميدين دوت نت ختم النشرة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر